حل مشكلة تغيير كلمات المرور على تطبيقك الخاص فيسبوك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الإعدادات هنا أو الضبط ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزل والضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات نقوم بالنزل إلى الأسفل للبحث عن تطبيق فيسبوك ثم نقوم بالضغط على فيسبوك هنا وبعدها نأتي إلى معلومات التطبيق نأتي إلى إقاف إجبال نضغط عليه ثم نقوم بالضغط على موافق وبعدها نأتي إلى مكان التخزين ثم نأتي إلى مسحى البيانات وبعدها نأتي إلى مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالدخول إلى جوجل بلاي أو متشر جوجل لكي يقوم بي وبعد ذلك سوف تقوم بتحديد تطبيقك على حسابك الخاص فيسبوك وهنا نكون وقد انتهينا نتنسى إشراك والضغط على زر اللايك ونتقل في فيديو آخر إن شاء الله